بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الجمعة حيث مسحة الأرصاد الجوية ترتقب تغيير في حالة التقس بداية بالمناطق الغربية والوسطى حتى بالنسبة لشمال الصحراء إذن بعض الأمطار الرعدية تكون مرتقبة على كل هذه المناطق تكون أكثر استمرارية نحو الهضابة الوسطى والغربية المناطق الشرقية تبقى في مأمل خلال الليل بحول الله احتمال تساقط بعض التلوج نحو القمم الوسطى والغربية للإشارة الرياح ستكون قوية على كافة المناطق الجنوبية بصحراء الوسطى لغاية شمال الصحراء والجنوب الغربي وحتى على المناطق الوسطى وكذلك الغربية درجة الحرارة تعرف انخفاض خلال يوم الجمعة بالجهة الغربية تبقى مرتفعة بالمناطق الشرقية قبل أصول الاتراب الجوي خلال يوم السبت بحول الله هالأمطار ستشمل كل المناطق الشمالية تكون على فترات تحت واقع الرعود لكن ستكون أكثر استمرارية هذه المرة نحو المناطق الداخلية الشرقية ومنطقة الأوراس الرياح أيضا ستبقى قوية خلال يوم الأحد بإن الله نفس الوضعية الجوية مقارنة بيوم السبت تحسن في حالة السماء نحو شمال الصحراء ودرجة الحرارة ستعرف تراجع على كل المناطق الشمالية حتى على شمال الصحراء